مرحبا بكم البنات في وصفات رشدة العمري اليوم ان شاء الله غادي نعمل واحد الحلوة هي عبارة عن غزل البنات هذي حلوة شرقية كتجي رائعة وكتجي زوينة كتعملوها غب سكار كتجي روعة في المدى قناة الصراحة اول جريبة لي فيها كتجي على هاتشكلادة كتجي في حال شي حوش وكتزينوها باش ما بغيتو انا هنعملت باستاج وشوية ديال السبيب واللوز وانتوما كيبقى لكم الختير عملو اللي بغيتو كتجي واحد الحلوة رائعة وزوينة غب سكار اه غاتعجب الاطفال ديالكم ومكونات ديال هرها موجودة عندكم في الدار انتمنى منكم يعني تشاهدوا الفيديو الاخير باش شوفوها كي كتجي ابقوا مع الطريقة والمقادير فرجة ممتعة ما تنسوش تدعمو اللايك ومرحبا بيكم على بركتي الله في مقلاة كانحتاجوا الطحين طحين كانعملو جوج كيسان ديال الطحين وكانعملو الزبدة هذو من مكونات الاولى من بعد انا كنت ضعفت المقدر لاني جانين الخالد قليل وحوتو هنا كانحتاجوا جوج كيسان ديال ديال السكار وكانعملو ربع كاس ديال الما وكانعملو جوج معالق كبار ديال الكليكوز صافي هذو من مكونات فوق النار غادي ناخدو هاد الطحين هادا وغادي نعملو معاها الزبدة ومع التحرك اعتقد دخول هاد الزبدة هذي في هاد الطحين هادا وكان نحصلو على واحد الخارط اللي كيكون يعني قاوم دياله كيكون يعني مزيان انتو ما غا تشوفوا في الفيديو كتحصلو علي على شكل هادا غاي بيضمن دخول زبدة في الطحين صافي كنت اخدو هاد الطحين هادا وكانت تغربلوه انه كانت خرجد لي كيميا قليلة وحوتو ضعفت المقادير يعني عملت ربع الكيسان دي ديال الطحين وعملت معاهم الزبدة صافي ومن بعد كنت حصلو على واحد الخارط هادا هو اللي غادي نعملو في هذه الحلوة لانه هو اللي غادي يعاوننا باش ان شاء الله انتو ما غا تشوفوا الفيديو الاخير صافي من بعد كان نحركوه مزيان وما تغفلوش عليه باش ما كيتحركش ومن بعد غادي نغربلوه هادا هو المكونا اول من بعد كان ناخدو كاسر ونا كان عملو فيها السكر جوش كيسان ديال السكر معا ربع كاس ديال الماء وجوجه معا قديل الجليكوز وكان عملو من فوق النار نخليه محتاجا نحصلو على واحد القوام لي كيكون يعني متماسك صافي من بعد ان شاء الله ونوريكم هاد طحين اللي كنا عملنا مع الزبدة كان اغربلوه باش مكيبقاش مكور اه انا هو اللي غادي نعملو في هذه الوصفة هادا صافي من بعد أنا كن عندي كيميا قليلة ولكن ضعفتها وتنين المقادير باش باش خرج لي الكمياء كتيرة كتحصلو على لدي الشكل هادا صافي من بعد آآ خلط الخريط سكار مع الماء الغليكوز يجب أن يغلي يجب أن تكون لون كراميل يجب أن تدهنه بالزيت يجب أن تخدمون الوصفة يجب أن تسهل لكم يجب أن تكون لكم يجب أن تخلطون الخريط و يجب أن تصبر يجب أن تصبرون يجب أن تخلطون الوصفة يجب أن تكون لونه يجب أن تحرقون بشكل جيد يجب أن تخدموا الوصفة يجب أن تأخذوها كويرات صغيرة و يجب أن تخدموا المهم انتو ما كتعملو فرط حين هذا وانتو ما كتجبدو طب ها انتو ما را كي تجبد كتجبد معاكم باش هاكوية كي سهل عليكم انتو ما غادين غادين حتى كتحصو بها رقيقة في حال الشعر دكش علش يعني كتجياد الحلوى رائعة وزوينة والصراحة ان اول جريبة ليه فيها و لكن صدقوني جت روعة روعة تبارك الله على الناس الشرقيين يعني خلوة غزالة وانتو ما كتزينوها باش ما بغيتو اي مكسارات او اي حاجة بغيتو انتو ما الاخرين را عملتهم يعني اه في حال نفس شكل اول وعملتون فقحين صافي من بعد كتاخدوها انتو ما غادين انتو ما كتقدما كتجبدوها وادكية غادة وكترقاك حتى كتحصو عليها رقيقة انتو ما الى ما تزيدوا تزيدوا حتى كتحصو عليها انتو ما الشكل اللي بغيتو صافي من بعد كتكون حلوى غزالة غزالة صدقوني وروعة في الماداق وان شاء الله تجربوها انتو ما كتحصو عليها بحال عش ناخد طرف يعني تانيها انتو ما نفس الطريقة كتاخدوها وكتبقوا تجبدوها وتلويوا علي يديكم وانتو ما غادين وضيفوا الطحين وانتو ما غادين حتى كتحصو عليها اي غدا وكتعاونكم فرق صافي كتحصو عليها رقيقة صافي من بعد وكتحصو لغزل البانات او لا شعر البانات كوحدة كيفاش كيسميه وتزينوها باش ما بغيتو اي مكسرة عندكم او اي حاجة ولكن ما دقضي لها روعة غايحجب الاطفال نتمنى ملكم الدعم واللايك ومرحبا بكم شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة